ده ايتدر يوجي طالب في سنة ولا سنة ويعايش في مدينة ريفية مع جده قول ان جده في المستشفى صحي يوجي اتصل بالمستشفى عشان يتطمن عليه وبالليل كان في شخص في المدينة اسمه ميجومي وكان بيدور على ادام العونة بس ملقاش وتاني يوم الصبح راح يوجي مدرسته قول انه مشترك في قسمه ابحث الظواهر الخارقة قعد مع زميله في القسم ساساكي ويجوتشي ودخل عليهم المعلم بتاعهم وساساكي قالت له ان بارح في ملعب الرجبي حصلت ظاهرة خارقة الطلاب فجأة سمعوا اصوات غريبة وشوية وكلهم اتصابوا وتنالوا للمستشفى ولسه ما نعرفش ده حصل بسبب ايه بس وهما بيتكلموا دخل عليهم مدرب قسم الرياضة اللي اسمه تاكاجي وتحدى يوجي في منافسة فيوجي وافع على التحدي وفي نفس الوقت ميجومي اللي كان بيدور بالليل على الادى الملعونة كان في مدرسة يوجي وكان بيشوف فيها لعنات واستمر في التدوير على الادى الملعونة لحد ما شاف يوجي وهو بينفس تاكاجي وبينتصر عليه وميجومي يحس ان يوجي عنده قدرة جسدية كبيرة ولما عد جنبه عارف ان هو اللي خد الادى الملعونة اللي بيدور عليها وراح يوجي بعد كده لجده المستشفى وجده قال له انت عندك قوة جسدية ساعد الناس بيها وما تكبرش لوحدك زي ما انا عملت وشوية ومات جد يوجي وبالليل وهو واقف في المستشفى قاله ميجومي وقال له انا في شجر ميجومي من سنوية جوجيتسو الادى الملعونة اللي معاك خطيرة ادهالي بسرعة فيوجي قال له والادى دي ملعونة ليه فاميجومي قال له اماكن زي المستشفيات والمدارس بتبقى محاطة بطاقة سلبية كبيرة بسبب حاجات زي الندم والمرض والطاقة السلبية دي بتنتج لعنات واللعنات دي بتكون على شكل وحوش وبتموت الاف الناس عشان كده بيحطوا جنب المدارس ادوات ملعونة عشان تحميهم من اللعنات دي والادى اللي انت لقيتها واحدة من الادوات اللي انا بكلمك عنها المشكلة ان الادوات الملعونة دي مع الوقت ختمها بيضعف وبتستدرج وبتقوي اللعنات التانية وعشان تقضي على اللعنات لازم تستخدم الجوجيتسو فيوجي قال له انا معايش غير السندوق اللي كان في الادى الملعونة محتوى السندوق اللي هو الادى الملعونة زي نفسها مع صحابي دلوقتي في المدرسة بيحللوها فميجومي قال له لازم نلحقهم قبل ما يموتوا وفعلا راحوا المدرسة وساساكي ويجوتشي كانوا فتحوا الادى الملعونة واللي كانت عبارة عن صباع الواحد اسمه سكونة فطلع عليهم لعنات كتير وكانت هتقتلهم فميجومي جي وخرج كلبين وحاول يوقف اللعنات بس معرفش وكانت هتاكل ساساكي ويجوتشي والادى الملعونة فمرة واحدة يوجي جي كسر الازاز وضرب اللعنات وانقص صحابه وميجومي اضع للعنات ويوجي سأله هي الادوات الملعونة اللي زي صباع اسكونة دي بتجذب اللعنات التانية لها ليه فقال له عشان بيبقوا عايزين يأكلوها لانها بتقويهم وفاجأ هجمت لعنات تانية وضمرت جزء من المبنى وعورت ميجومي فيوجي هجم عليها وافتكر لما ميجومي قال له ان الادوات الملعونة بتقوي اي حد بيأكلها فرح بقى لعصبع اسكونة عشان يبقى قوي وفعلا بقى قوي وقدر يتصدى وهزم اللعنة بس اسكونة اللي جوا بدأ يسيطر عليه وبقى هو اللي بيتكلم لحد ما شوية ويوجي بقى هو اللي مسيطر ورجع لجسمه تاني فميجومي الف دماغه طبقا لقوانين مدرسة جوجيتسو يوجي بقى لعنة ولازم اقتله بس جي معلم ميجومي اللي اسمه جوجي وساتور وعرف اللي حصل فقال ليوجي انت بتقدر تسيطر على اللعنة اللي جواك فيوجي قال له فجوجي قال له معك عشر ثواني تخليها تسيطر عليك وبعد كده تسيطر انت عليها فيوجي عمل كده وخلى سكونة يسيطر عليه وهجم على جوجي وجوجي تصداله ولما العشر ثواني خلص ترجع يوجي لجسده تاني وسيطر على سكونة فجوجي وافقد وعيه واخده معاه وفيوجي لها نفسه فقضة غريبة وجوجي قال له انت وعاء ممتاز للعنات بس تبقى لقوانين جوجيتسو انت لازم تموت صباع سكونة اللي انت بلعته ده موجود منه عشرين صباع انت بلعته واحد واحنا معنا واحد مش عارفين نضمره وكده يبقى فاضل 18 صباع وعندك حل من الاتنين يا اما تموت دلوقتي زي ما رؤساء مدرسة جوجيتسو عايزين يا اما تدور على 18 صباع البقين وتكلهم وتموت بعدها عشان بعد ما تموت نبقى تخلصنا من كل صابع سكونة فبعد تفكير كتير يوجي قرر انه يدور على بقية صابع وياكلها وخد الصباع اللي مع جوجي وبلعه وبقى عنده قدرة اكبر من قوة سكونة وبرضو قدر يسيطر على القوة اللي جواه فجوجي قال الولد ده موهوب وقال له بعد كده احنا هنروح لمدرسة جوجيتسو اللي مقرها في مدينة توكيو انت هتبقى التلميذ التالت اللي في أول سنوي فيوجي استغرب وقال تلت تلميذ بس في أول سنوي ولما وصلوا المدرسة يوجي سأل جوجي هو مين سكونة ده فقال له ده ملك اللعنان انسان عاش في عصر الجوجيتسو القديم وكان عنده اربع درعات عشان كده عنده عشرين صباع وفاجأة بدأ يسكونة اللي جواه يوجي يتكلم فيوجي سكته ودخله بعد كده لمدير المدرسة واللي اسمه ياجا ماساميتي ويوجي لما دخل عنده لقاعد بيعمل دمى ملعونة وياجا قال لي يوجي في السنوية هنا هتتعلم انك تستخدم الجوجيتسو يعني هتتعلم ايه هي اللعنات وكيفية تدميرها وهجم ياجا عليه وقال له انا هفضل اهجم عليك لحد ما تقول لي انت عايز تتعلم الجوجيتسو ليه فيوجي ضرب الدمية وقال له لا ان محدش غيري هيقدر يأكل اصابع سكونة ويقدر يوقف اللعنات وينقذ الناس فياجا قال له اهلا بيك في جوجيتسو السنوية التقنية وراح يوجي بعد كده قطه اللي كانت جانب قضة ميجومي ويوجي قال لهم ام الفن الطالب الثالث فجوجي قال له هي طالبة وهتوصل النهاردة وشوية وراحوا هم التلاتة استقبلوها في محطة الاطروجات وقالت لهم انا اسمي جوكي ساكي نوبرا وتعرفت عليهم وعرفت ان ميجومي بيقدر يستخدم الجوجيتسو بس يوجي لسه ما بيعرفش وخدهم جوجي بعد كده على مبنى وقال لهم اعتبروا ان ده اول اختبار ليكو وجوجي ادى ليوجي سلاح اسمه شيطان النحر وقال له ادخل انت ونوبرا المبنى ده وتخلصوا من اللعنات اللي جواك بس من غير ما تخرج سكونة من جواك وفعلا دخل يوجي ونوبرا المبنى ويوجي طلع علي لعنة فقعد يضربها بشيطان النحر لحد ما اضع عليها ونوبرا كانت فقوضة في المبنى ولايت لعنة متخفية فاستخدمت الجوجيتسو وطلعت شاكوش ومسامير وضربتها واضت عليها بس لقيت طفل وراها وطلعت لعنة تانية ومسكت الطفل وخدته رهينة ونوبرا ما كانتش عارفة تعمل ايه وفاجأة يوجي كسر الحطة وجي اطع ايد اللعنة فاللعنة هربت خدت ايد اللعنة واستخدمت عليها تقنية اسمها دومية القش والتقنية دي بتخليها تقضي على اي لعنة طالما معاها جزء منها وفعلا قضت على اللعنة ونجحوا في الاختبار ومشيوا بعد كده مع بعض عشان يروحوا ياكلوا بس مجوا ميكان زعلان انه ما شاركش معاهم فقعدوا يضحكوا عليه وقعدت نوبرا تفتكر انه هي صغيرة كان لها جارة في القرية اللي هي عايشة فيها اسمها سوري ونوبرا كانت بتحب سوري جدا بس سكان القرية طردوا سوري وسوري بعد كده راحت توكيو ونوبرا كانت بتحلم باليوم اللي هتشوف في سوري بعد ما كبرت وبعد اسبوعين ظهر شيء غريب في سماء سجن من سجون توكيو والسجناء اللي ما بيستخدموش الجوجيتسو شافوه ويجي يوجي وصحابه وكان معهم مساعد اسمه يجيتشي وقال لهم ايه اللعنة لجوه السجن من الدرجة الخاصة في يوجي قال له يعني ايه اللعنة من الدرجة الخاصة في يجيتشي قال له اللعنة الدرجات بتبدأ من الدرجة الرابعة لحد الدرجة الخاصة والدرجة الخاصة هي اخطر واحدة لانك ممكن تجريها بقنابل عنقودية بس وبتحتاج حد ممتاز في الجوجيتسو زي جوجو بس جوجو في مهمة دلوقتي فان تحاولوا تدخلوا السجن وتنقذوا اي حد حي جوه من غير ما تدخلوا في قتال مع اللعنات ودخل التلاتة للسجن وميجوم يستخدم الجوجيتسو واستدعى كلبه عشان يشم رحة اللعنات وبعد ما دخلوا له نفسهم في مجال كبير ناتج من الطاقة الملعونة وكملوا ولق واحد من السجناء ميت ويوجي كان عايز ياخد جثته بس ميجومي رفضوا تخنقوا وفجأة نبرة اتسحبت لتح وميجومي بص لقى الكلب اللي استدعى ميته بص وهم الاتنين لقوا لعنا وقف جنبهم وكانوا مرعوبين فيوجي طلع شيطان النحر وهاجم بس اللعنا قطعت ايده وحاول يستعين بسكونة اللجواه بس سكونة رفضوا قال له لو استعنت بيا انا اول واحد هقتلك فيوجي قال لي ميجومي انا هخرج سكونة دور انت على نبرة وهربوا بسرعة فميجومي جيري واستدعى طائر ورح لقى نبرة هتتاكل من لعنة فانقزها وهرب هو وهي وبدأت لعنة الدرجة الخاصة تضرب يوجي بالطاقة الملعونة وصوابه ايده التانية تقطعت وما كانش عارف يعمل ايه فوقف ندمان انه دخل نفسه في كل ده ومشاعره السلبية انتجت في ايده طاقة ملعونة وهجم على اللعنة لحد ما جاله اشارة من ميجومي ان هو ونبرة بخير فخرج سكونة لجواه وخلا يسيطر عليه ولما اللعنة هجمت على سكونة سكونة جدد اعضاء جسد يوجي اللي تقطعت وصد الهجوم وبدأ سكونة يهجم على اللعنة لحد ما ويف بعد كده وقال لها انا هوريكي الجوجيتسو الحقيقي واستخدم تقنية اسمها الضريح الخبيث وقطع اللعنة كذا قطعة ولقف اللعنة صبع من صوابعه اللي يوجي بيدور عليها فخده وخرج لها ميجومي ويف لوحده بعد ما ايجيتش يخد نبرة للمستشفى فسكونة بلع الصبع اللي خده وبقى جسد يوجي فيه 3 صوابع من صوابع سكونة وبعد كده شاء القلب يوجي من جسمه وقال لميجومي انا هقدر اكمل من غير قلب لكن هو لما يرجع تاني الجسمه هيموت فميجومي استدعى طائر وهجم على سكونة بس سكونة اتصداله وضربه فميجومي خرج افعة والافعة اخدت سكونة فسكونة دمرها ورح مسك ميجومي ورمال بعيد وقعد كل شوية يضرب فيه ويكسر بالمباني لحد ما ويع ميجومي في مبنى وما كانش عارف يتصرف ازاي مع سكونة وسكونة قال له انت اللي خلك تسيب يوجي وتهرب من اللعنة الخاصة انت بتضيع موهبتك بس ميجومي ما كانش فهم كلامه فبدأ يتكلم مع يوجي عشان يخليه سيطر على سكونة وفعلا يوجي قدر يرجع لجسده تاني بس ويع ميت لان قلبه مش موجود وتاني يوم قعد ميجومي مع نبرا في المدرسة وكان حزين على موت يوجي بس وهم قعدين جالهم طلاف في تانية سنوي معهم في المدرسة وميجومي قال لنبرا البنت دي اسمها ماكي زينين من اقوى مستخدمين الجوجيتسو والولد اللي معها ده اسمه اينو ماكي وبيقدر يستخدم الكلام الملعون والكان التالت اللي معهم ده اسمه باندا وجد ماكي والد لميجومي ونبرا في مسابقة هتتعمل بين مدرسة اتنا مدرسة توكيو ومدرسة تانية اسمها كيوتو وهنواجه فيها مستعملين جوجيتسو وشاركو عشان تخرجوا من حزنكو فميجومي ونبرا وفقوا وفي نفس الوقت ده كان في شخص اسمه جيتو ماشي في المدينة ومعها ثلاث لعنات ورح وبعد كده قاعدوا في مطعم ومحدش كان قادر يشوف اللعنات وجيتو قال لواحدة منهم عشان تقدروا تنتصروا على البشر لازم تخلوا جوجيو عجز عن الكتال لانو من اقوى مستعملين الجوجيتسو في العالم وده هيحصل لما تختموه بتقنية اسمها حيز السجن وتاني حاجة لازم تضموا ليكو سكونة اللي هو يوجي بس هم بيتكلموا كان في واحد من المطعم شايف اللعنة واللعنة قالت لجيتو هو انا قوتي قديم مقارنة بصوابع سكونة فقال لها تقريبا 8 او 9 صوابع فقال لعنة حرقت كل اللي في المطعم وقالت له اديني تقنية حيز السجن دي وجوجيو في الوقت ده كان في المشرحة مع يوجي وتكلم مع اي جيتشي وقال له ازاي الرؤساء يبعتوا 3 فقولة سنوي عشان يقتلوا لعنة من الدرجة الخاصة اكيد هم عملوا كده عشان يتخلصوا من يوجي انا لازم اقتل الرؤساء ويوجي وهو ميت سكونة دخله في عقل ويوجي اول ما شافه دخل في قتال معاه فسكونة وقفه وقال له انا دخلتك في عقلي عشان هنعمل عهد انا وانت انا هرجعك للحياة وهرجع معاك بس بشرطين الشرط الاول ان كل ما اقولك كلمة تمديد تديني جسدك لمدة دقيقة ووعيدك في خلال الدقيقة دي ما ازيش اي حد وتاني شرط ان هنسيك العهد اللي احنا عملنا ده فيوجي وافق وفعلا رجع للحياة وقام فجوجه فرح وبعد كده خبه خبر رجوع للحياة وخده يدربه على الجوجيتسو وقال له انت تقدر تستخدم الجوجيتسو لما تستخدم الطاقة الملعونة او لما تعمل تقنيات ملعونة بس انت مش هتعرف تعمل تقنيات لان الجوجيتسو بيبقى 80% منه موهبة فطرية ودي مش عندك فانت هتشتغل على الطاقة الملعونة والطاقة الملعونة بتنتج من المشاعر السلبية فانا جبتلك مجموعة افلام رعب ودراما عشان لما تتفرج عليها يبقى عندك مشاعر سلبية وتخرج طاقة ملعونة والدمية الملعونة دي هتفضل معاك وانت هتفضل تمدها بالطاقة الملعونة بتاعتك والدمية هتضربك لو الطاقة الملعونة بتاعتك قلت هو ده تدريبك وفعلا قاعد يوجي يتفرج على الافلام وفي نفس الوقت ده ميجومي ونبرا كانوا بيتدربوا مع ماكي وانو ماكي وباندا وميجومي قاعد يفكر في كلام سكونة لما قاله انت بتضيع موهبتك وجرب يلمس الارض لها ايده بتعدي من خلالها فقال هو سكونة كان قصده ان انا اقدر اقاتل لعنة خاصة وهزمها وبالليل جوجي كان رايح للرؤساء ومرة واحدة حسب حاجة غريبة فنزل من العربية وفجأة اللعنة اللي كانت قاعدة في المطعم جات هجمت عليه فجوجي تفداها وقال لها انت مين فاللعنة قالت له انا ذكر واسمي جوجو وجوجو بعد كده هجم بطاقة ملعونة كبيرة وافتكر انه انتصر بس جوجو خرج سليم من الهجوم فجوجو هجم عليه بحشرات واول ما الحشرات قربت منه انفجرت فجوجو بعد وجوجو راح وراه وهجم بالطاقة الملعونة تاني وضربه وافتكر برضه انه انتصر بس جوجو طلع وقال له انت ما بتضربنيش انا انت بتهجمه بتضرب حاجة زلة نهائية اللي بنيه بينك وحاجة زلة نهائية ده انا بقدر استخدمه في العالم الواقعي بس قرب ايدك كده فجوجو قرب ايده ولا ايده ما بتلمس جوجو وفجأ جوجو مسكه وقعد يضرب فيه وبعد كده ضربه بتقنية ودخل وراه في غابة وقعد يلاحه وكمل ضرب فيه لحد ما رماف بحره اختفى وفي لمح البصر راح جاب يوجي وقال له اتفرج على القتال ده فيوجي قال له احنا جينا هنا بسرعة ازاي وازاي واقفين على المياه وما بس وهم بيتكلموا جوجو عمل مجال غريزي ودخلهم فيه وكان اسمه تابوت الجبل الحديدي فجوجو قال لي جوجي ده مجال غريزي زي اللي شفته في السجن ومش هينفع نهرب منه ومش هنقدر نضرب العنات عشان هتبقى ضعيفة لان المجال الغريزي بيقوي العنات صاحب المجال فافضل حل اننا نعمل مجال اقوى منه وكشف جوجو عينه وعمل مجال اسمه الفراغ اللي نهائي وهزم المجال بتاع جوجو وجي جوجو من وراه وقطع راسه وخرج من المجال وقال له مين اللي بعتك بس فاجأ جات لعنة تانية اسمها هنمي وهنمي كان ذكر برضو وملل مكان ظهور وخد راس جوجو ومشي وفي الوقت ده جيت وكان ماشي الواحد وفتح باب دخلوا على مكان غريب وقابل هناك لعنة اسمها ماهيت وجي بعديه هنمي ومع راس جوجو وجيت وقال لي ماهيت واحنا هناخد وقتنا عشان نختم جوجو واحنا هنختمه يوم واحد وثلاثين اكتوبر فماهيت واقل له نموافق وتاني يوم الصبح في مدرسة توكيو للجوجيتسو اللي فيها ميجومي ونبرا ويوجي واصل مدير مدرسة كيوتو اللي اسمه جاكو جانجي عشان يقابل ياجا ماساميشي مدير مدرسة توكيو وجمعه اتنين من طلاب كيوتو كو اختي ماكي التوقم اللي اسمها معاي وطالب في تلتة سنوية اسمه تودو وتودو ويفي رخم على ميجومي ونبرا وميجومي ما كانش بيرد عليه فتودو تدايق وجري عليه وضربه ومعاي مسكت نبرا واستدع ميجومي دفاضع عشان يتصدل تودو بس تودو كان سريع جدا وجي من وراه واقعد يضرب فيه ضربات كتير ووش ميجومي بقى كله دم وما كانش يجاري قوة تودو لحد ما جيب عنده وينوماكي ووقفوه وتودو قال لهم وصلوا رسالة لقودسو انه يشارك في المسابقة وقودسو ده طالب مع ميجومي وينوماكي في مدرسة توكيو وجات ماكي ووقفت معي اختها ونبرا مسكت معي بس جي تودو واخد معي ومشي ونبرا تكلمت مع ماكي بعد كده وسألتها هو انت بتعرفي تستخدم الطاقة الملعونة فماكي قالت لا لا ما بعرفش استخدمها عشان كده بستخدم الاسلحة اللي فيها طاقة ملعونة وشوية ودخل جوجي ولي جاكو جانجي مدير مدرسة كيوتو وقال له انت واحد من الرؤساء وانا عايزك تعرف ان رافد سولوكو انتو تخلصتو من اتاد ريوجي بس في حاجات كتير انتو ما تعرفوهاش في لعنات جديدة من الدرجة الخاصة بتظهر ومش مسجلة زيت كمان ان في طلاب بواقوية جدا اكبر من انتو تتصوروا ومشي جوجيو بعد ما خلص وبعد شهر في مدينة كواساكي حصلت حدثة وتم العصور في سينما على تلت شبان في سنوية ميتين من اثر التشوهات واللي حصل ان التلت طلاب اللي ماتوا دول كانوا كل يوم بيتنمروا وبيضربوا زميل لهم في المدرسة اسمه يوشينو ويوشينو كان بيحلم انه انتهم منهم وكان جواه طاقة سلبية كبيرة وجال يوم اللي ماتوا فيه وكانوا في السينما ويوشينو كان قاعد وراهم بالصدفة وفاجأ وهو بيتفرج على الفيلم لا ماهيتو الا عنا ورا التلت طلاب وماهيتو قتل التلت طلاب ويوشينو مشي وراه قال له انا عارف انك مش بشري انا عايز ابقى قوي زيك وشوية وجل المسرح الجريمة يوجي وكان معا واحد اسمه نانامي كنتو ونانامي ده يبقى صاحب جوجي وجوجي هو اللي عرفه على يوجي نانامي كان بيدرس في مدرسة توكيو بس بعد ما اتخرى اكسبها وراح اشتغل في شركة مستعمل جوجيتسو من الدرجة الاولى بس بيكره كل مستعملين الجوجيتسو وبيكره رؤساء الجوجيتسو وبيكره شغله ومش مقتنع بيوجي كمستعمل جوجيتسو ودخلوا هم الاثنين مسرح الجريمة وشفوا اثارت طاقة الملعونة وبعد كده طلعوا لسطوح السينما ولو لعنتين فكل واحد راح يهجم على لعنة ونانامي قال لي يوجي انا طاقة الملعونة بتمكني اني اعمل نقطة ضعف في خصمي بالطول او العرض وبعد كده بضرب النقطة دي وبصيبه وفعلا نانامي خرق طاقة الملعونة وعمل نقطة ضعف في اللعنة اللي قدامه وضربها وقطع درعاتها ويوجي وهو واقف افتكر انه جوجيو قال له انت بتجمع الطاقة الملعونة ببطء بس بتجمع قدر كبير منها وضربتك بتعادل ضربتين مش ضربة واحدة وبيبقى اسمها الضربة المتبينة فيوجي درب اللعنة اللي قدامه وهزمها بس نانامي وهو واقف لقى ساعة في درعات اللعنة اللي اضع عليها وصورها وقال لي يوجي في حاجة غريبة المفروض اللعنات ما بتظهرش في الصور اللي بتتصور دول مش لعنات وبعد كده استعانوا بطبيبة المشرحة اللي اسمها اي ايري وقالت لهم اللي اتنين اللي انتوا قتلتوهم دول كانوا بشريين وفي حد هو اللي حولهم للعنات اول ما تلاقوا حد متحول من البشر اقتلوا على طول لانكم مش هتقدروا ترجعوا بشري تاني وشوية واكتمع نانامي بيوجي ويجيتشي وقال لهم اللي قتل التلات طلاف في السينما لعنة وانا قربت اعرف مخباقها بس عايز كنتوا اللي اتنين ترقبوا الشاب ده ده اسمه يوشينو مع التلاتة اللي ماتوا في المدرسة زائت كمان ان كاميرات المرأبة جابت وهو خارج من السينما بعد الحدثة وفي نفس الوقت ده يوشينو كان مع ماهيته وماهيته كان بيتكلم معاه وقال له انا لعنة بشرية اتحولت للعنة بسبب الكره اللي كان جوايا انا بقدر التصق بروح البشر وبغير اشكالهم وادراكهم وبقدر احولهم للعنات في بشر بيموتوا وانا بحول اشكالهم زي التلاتة اللي ماتوا في السينما وفي بشر تانين ما بيموتوش وبقدر اتحكم فيهم وفي اشكالهم زي ما انا عايز انا هساعدك واحط فيك كل القوة وتاني يوم بدأ يوجي ويجيتش رقبوا يوشينو وكان معاهم لعنة صغيرة ويجيتش قال ليوشينو احنا هنطلق اللعنة دي على يوشينو وهنشوف هيشوفها وهيستخدم الجوجيتسو عشان يوقفها ولا مش هيشوفها اصلا لو ما شافهاش ايبا وقف انت اللعنة وهنستجوبه بخصوص الحادثة انما بقى لو شافها ووقفها هناخده معنا بالقوة وفعلا بعد كده نفزوا الخطة دي وراحوا اطلقوا اللعنة ويوشينو شافها بس ما تعملش معاها فيوشي جيمس اكها وقال له احنا عايزين نسألك شوية اسئلة تعال معايا وفترق يوشي عن يجيتشي لان يجيتشي كان بيلحق لعنة تانية صغيرة كانت معاه وفنفس الوقت ده نانمي كان راح لمخبق ماهيتو وبدأ يهجم عليه وقضع ايده بس ماهيتو جدد ايده تاني وقال له انا اللي بغير اشكال البشر وبقدر كمان احولهم للعنات وعندي مخزون كبير من البشر بس بشر عاديين لسه ما جربتش احول واحد مستعمل جوجيتسو زيك وبدأ ماهيتو بعد كده يهجم على نانمي بالبشر الا عالتشكلهم ونانمي كان بيهرب لحد ما ماهيتو وقف ونانمي لا تحت بشري متحول بيقول له ساعدني فنانمي فقط تركيزه اللحظة ومرة واحدة جري ماهيتو عليه وضربه بالطاقة الملعونة وقال له انا بقدر برضو اغير في شكلي عشان كده بقيت اسرع وبمجرد ملمسك مرتين كمان مش هتبقى بشري وهحولك وجري عليه تاني فنانمي هرب وويف بعد كده وقلعج كرفاتها وتضفقت منه طاقة ملعونة كبيرة فماهيتو قال معقول كل ده كان بيحد من استخدام طاقة الملعونة وجري نانمي بسرعة كبيرة وضرب الحيطة بتاقة الملعونة وفجأة عمل نقطة ضعف في رجلي ماهيتو وقطعهاله وقال له انا همشي دلوقتي عشان المكان هيتهد بس اكيد هنتقبل تاني لو قدرت تشفي رجلي ويوشينو في الوقت ده كان مع يوجي ويوجي كان بيساله عن الحادثة بس مقدرش يطلع منه بأي حاجة وكان منتظر رجوع يجيتشي ويوشينو شاف على اميس يوجي زرار وافتكر ان ماهيتو قاله لما تشوف الزرار ده عند حد صاحبه لانه كده معناه انه مستخدم جوجيتسو فيوشينو قعد يتكلم مع يوجي وجيت وعد عليهم وشافهم وشوية وعدت امي يوشينو وقالت ليوجي لازم تيجي تتعشى معنا فيوشينو راح معاهم وكلم ايجيتشي من هناك ويجيتشي بعد ما قفل معا نانمي اتصل بيه وقال له تعال اخدني بسرعة عشان انا مصاب لان المكان اللي كنت فيه اتهد وانا بهرب ونانمي بعد كده الف دماغه ماهيتو ده لعنة من الدرجة الخاصة بيقدر يتواصل زي اللعنات اللي جوجي وقتلها قبل كده بس هو طفل لسه متحول من بشري للعنة من فترة قريبة لو ملحقناش نسيطر عليه هيبقى اقوى من كده ويوجي كان لسه عند يوشينو وبالليل بعد ما يجيتشي جي خده ظهر صباع لسكونة في بيت يوشينو والصباع جذب لعنة ليه واللعنة دي قتلت ام يوشينو وتاني يوم يوشينو قعد يعيطه ماهيتو كان بيوسيه وقال له اكيد اللي حط صباع سكونة في بيتك ده حد بيكرهك فيوشينو افتكر واحد في مدرسته كان بيتنمر عليه اسمه شوتا وقال اكيد هو اللي عمل كده ورحلوا للمدرسة وماهيتو كان برى المدرسة وعمل سطار بالطاقة الملعونة عشان كل اللي في المدرسة يغمع عليهم عادة شوتا وجيتوا جالوا وطلعوا انهم اللي كانوا حطين صباع سكونة في بيت يوشينو وماهيتو كان بيضحك عليه ودخل يوشينو المدرسة ومسك شوتا وهجم عليه بطاقته الملعونة والطاقة الملعونة بتاعت يوشينو كانت بتنتج سم في خصمه ويوجي في الوقت ده كان مع ايجيتشي وعرفه من نانمي اللي يوشينو بيعمله ونانمي قال لي يوجي انا بقاتل لعنات بس هسيبهم وهروح ليوشينو متروحش انت وساب نانمي مستعمل جوجيتسو مكانه واسمه اينو عشان يقاتل اللعنات البشرية بتاعت ماهيتو بس يوجي مسمعش الكلام ورح ليوشينو المدرسة وهجم عليه عشان يوقفه ويوشينو كان مخرج انديل بتاقت الملعونة وافتكر لما ماهيتو قال له انا اخليك مستعمل شيكيجامي ومستعمل الشيكيجامي ده بيقدر يخرج كائنات حية زي ما ميجومي بيخرج كلاب ويوشينو خلى الانديل يمسك يوجي وقال سم تاقت الملعونة هينتشر في جسمه بس يوجي قدر يخرج وضرب يوشينو وقعه فيوشينو هو بيقعقال ازاي قدر ينجو من السم ونزل يوجي ويوشينو هجم بالانديل فيوشينو ضربه وافتكر لما جوجو قال له لما تواجه شيكيجامي اهجم على مستعمله فرح هجم على يوشينو وضربه فيوشينو قاعد عيط وقال له انت مش فهم حاجة الناس ما عندهاش قلب وهم اللي خلوني كده وهجم تاني بالانديل وقصب يوجي ويوجي متفدش الضربه ورح له وقال له احكيلي اللي حصله فيوشينو بدأ يحكيلي بس ماهيتو جاه وقال ليوشينو اخيرا قابلتك يا وعاق سكونة وكبر دراعه ومسك يوجي وقال ليوشينو انت غبي عشان فكرني شخص صالح وماهيتو حول يوشينو للعنة وخلى يهجم على يوشينو فيوشينو كلم سكونة وقال له رجع يوشينو زي مكان وهعملك اللي انت عايزه فسكونة قال في دماغه ويوجي ناس العهد اللي بنا وضحك سكونة ورفض انه يرجع يوشينو بشري زي مكان وبيع يوشينو ومات فيوشينو غضب وماهيتو قاعد يضحك على يوشينو فيوشينو مرة واحدة ضرب ماهيتو وماهيتو بعد ولا نفسه بينزف وقال يوشينو بقدر يصبني لانه بيصيب روحي ودل انه مش زي بقية البشر وجوه روح تانية اللي هي روح سكونة وهجم يوشي تاني وماهيتو كان بيغير شكله عشان يتفدى الهجوم لحد ما وقفه قال انا لازم اخلي نيتي القتل وغير شكل ايدو وحولها السلاح واعد يهجم على يوشي لحد ما يوشي نط برا مبنى المدرسة فماهيتو مدد ايدو وهجم عليه ويوشي مسك ايدو بس عورته فيوشي سحب ماهيتو بيها ووقعه وضرب الارض وراح وقعد يضرب في ماهيتو بس ماهيتو خرج من بطنه اشواك عظمية وغرسها في يوشي ولمسه عشان يحوله اللعنة وفجأة لها نفسه جوه عقل سكونة وسكونة قال له انا جبتك هنا عشان اقولك انك لما بتلمس يوشي بتلمس روحي انا هسمحك المرة دي بس اوعى تلمس روحي تاني وخرج ماهيتو ويوشي قال له انا مش هبدل مع سكونة وقعد يضرب فيه براسه وبعد كده ضربه برجله وفجأة اكتشف انه بيدرب الرداء بتاع ماهيتو وماهيتو جي من وراه وكان هيدربه بس نانمي كان وصله ووقفه ولا بينزف فقال لي يوشي انا هجماتي ما بتقصرش في ماهيتو ده خالص هو بينزف ليه وهل لمسك في قتالكو مع بعض فيوشي قال له هو بينزف عشان انا ضربته وقال لمسني فنانمي الف دماغه وكده ماهيتو لمس يوشي وماقدرش يحوله اللعنة او هو مش عايز يحوله ولازم نستغل ده وهجموا هما الاتنين عليه فماهيتو حول نفسه لاشواك بس تفدوا وهجموا تاني فصغر حجمه وهرب وخرج بشر متحولين وخلهم يهجموا على يوشي ورح هو مسك نانمي ويوشي ما كانش عايز يقتل اللعنات لانهم بشر زيه وبس اضطر انه يقتلهم ومرة واحدة نزل على ماهيتو وقعد يضرب فيه هو ونانمي وماهيتو كان خلاص هيموت بس عمل مجاله ودخل فيه نانمي لوحده وسب يوشي برا ونانمي قال كده هجمات وهتصبني بشكل مباشر وهيقدر يلمسني ويحولني الوضع انقلب لصالحه انا كنت هربت من كل ده الا خلاني ارجع للجوجيتسو تاني وقعد نانمي يفتكر انه هرب من الجوجيتسو بعد ما تخرج من المدرسة واشتغل في شركة عشان يجمع فلوس بس كان حاسس انه مش لاقي سبب يعيش عشانه وفي يوم لقى لعنة صغيرة وقفة على كتف باقعة مغبز فاتل اللعنة والبايع شكرته فحس انه بقى مفيد وكلم جوجو وقال له انه هيرجع للمدرسة تاني ورجع للحاضر وقال لعنة دارته وفاجأ يوجي يكسر المجال ودخل فانانمي قال يوجي يدري يكسر المجال لان كل ما المقاومة جوه المجال بتزيد كسره من بره بيبقى اسهل وانا مقاومتي زادت جوه وبعد ما يوجي دخل ماهيتو كان هيلمسه عشان يحوله فسكونة دخل ماهيتو في عقله وقال له هو انا مش حزرتك قبل كده وسكونة عصبه في كتفه وقعد ماهيتو ينزف ويوجي جري عليه فماهيتو صغر حجمه بسرعة وهرب من خلال بلعها وهو مصاب وقعد بعد كده وقال لازم لاي طريقة اقتل بيها اتدري يوجي من غير ملمس روح سكونة وقع يوجي بعد كده من الاصابات اللي اتصابها في القتال ونميخده عشان يتعالج وبعد يوم اتعالج وقام تاني وقال انا مش هخصر لازم احمي الناس من الموت او لو مش هذا احميهم لازم اخليهم يموتوا متى مناسبة لحد ما قابل ماهيتو ده تاني واقتله ورجع يوجي مع نانمي لتوكيو وكان لسه كل ده جوجو مخبية وما حدش كان يعرف انه رجع للحياة تاني ورجع ماهيتو هو وجيتو عند جوجو وجوجو كان استعاد معظم جسمه بعد ما راسه تقطعت فقتاله مع جوجو وماهيتو قال احنا لازم نلتزم بخطة جيتو ونجمع صابع سكونة ونديها لسكونة ذات نفسه فجيتو قال كده لازم نروح نجيب الصباع اللي حطناه في بيت يوشينو الصباع ده نانمي خده ورجعه المدرسة ثاني عشان كده لازم نروح المدرسة ونانمي في الوقت ده كان قاعد مع جوجو في المدرسة وقال له انه سلم الرؤساء صباع سكونة اللي خده من بيت يوشينو وده عشان جوجو ما يخليش يوجي يأكل الصباع واليوم ده كانت هتبدأ فعالية التبادل اللي هي المسابقة اللي بين مدرسة توكيو ومدرسة كيوتو وجي طلاب كيوتو لمدرسة توكيو معي وتودو وكان معاهم طالبة في تلتة سنوة اسمها نيشي ميا مومو واسلاح على شكل انسان آلي اسمه مي كامارو وطالب في سنة ثالثة اسمه كامو نوريتوشي وطالبة في سنة ثانية اسمها مياوا كاسومي ومعلمة في مدرسة كيوتو اسمها اوتاهيمي وجوجو جي بعد كده وكان جايب يوجي في عربة وقال لطلاب توكيو وانا اعمل لكم مفاجأة يوجي لسه عايش فكلهم ما ادوش اي انطباع فيوجي قال هم ليم السعداء وقال لنوبرا وميجومي انا اسف ان ما قلت لكوش ان لسه عايش وهم بيتكلموا يا جما ساميتشي مدير مدرسة توكيو قال المسابقة هتتعمل على يومين اول يوم هيبقى عبارة عن معركة جماعية سباق بين المدرستين على اللي يطرد لعنة من الدرجة التانية بس خلوا بالكو هيبقى في لعنات من الدرجة التالتة فيما اقل في نفس المنطقة عشان يشتتوكو عن لعنة الدرجة التانية اللي مفروض تطردوها ولو ملقتوش لعنة الدرجة التانية مع غروب الشمس المدرسة اللي قاتلت اكبر عدد من اللعنات هي اللي هتكسب وقبل المسابقة ما تبدأ اكتمعت كل مدرسة في غرفة وبند قال لي يوجي ان انوماكي بيقدر يستخدم الكلام الملعون بس كل ما الكلمة الملعونة كانت مضرة بتسبب ضرر برضو لانوماكي عشان كده بيستخدم الكلام الملعون بحذر وبعد بند ما خلص ماكي قالت لمدرسة توكيو خطتهم هتبقى ايه في المسابقة وفي اكتمع مدرسة كيوتو جيكو جانجي مدير المدرسة قال للطلاب اقتلوا اتدر يوجي وعائس كونا عشان نخلص منه ونبقى نقول بعد كده انه قتل خطأ وفي نفس الوقت ده جوجيو كان قاعد مع اتاهم معلمة كيوتو وقال لها في لعنات من الدرجة الخاصة انا واجهتهم بيقدروا يتواصلوا وعندهم معلومات كتير انا شاكك ان في حد من المعلمين هو اللي بيساعدهم والمدرسة انجهزوا وبدأت المسابقة ومدرسة توكيو جيريو عشان يدوروا على لعنة الدرجة التانية بس لقوا لعنة ضعيفة فوشوهم وجيتهود وضربها ووقفهم فيوجي جيري عليه وضربه وخل صحابه يكملوا طريقهم وتودو جيري عليه عشان يضربه وضربه وطيره اللي بعيد ولزهه في شجرة وجي عنده وقعد يضرب فيه برجله وبعد يوجي منازف تودو كان ماشي فيوجي قام تاني وقال له هو انت فاكر انك ينفع تضربني في راسي وتمشي ببساطة كده فتودو لما سمع كلامه اعجب بقوته شخصية يوجي بس جات معي وهجمت على يوجي بمسدس فهرب منها فجات مياوة وعملت مجال بسيط عشان توقفه بس برضو هرب منها وفجأة لا نفسه محاصر من كل طلاب كيوتو وكانوا جايين عشان يقتلوه زي ما مديرهم قال لهم ويوجي ما كانش عارف يعمل ايه وفجأة ما كانوا يتبدل مع مكان كامو نوريتوشي وكلهم ما كانش عارفين ازاي ده حصل وطودو جاي وقال لنوريتوشي انتو ادخلتوا لي امشوا واسبوا ليوجي فسمعوا كلام طودو ومشي ونشميا كانت بترقب المكان من فوق فميجومي خرج عليها طائر ووقعها وطلاب توكي ودخلوا في قتال مع طلاب كيوتو وميجومي قال لنوريتوشي احنا لايناكو كلكو بتتحركوا ناحية يوجي هو انتو عايزين تقتلوه صح فانوريتوشي كذب عليه وقال له احنا ما عندناش سبب يخلينا نعمل كده وكان لسه يوجي بيقاتل تودو وكانوا بيهجموا على بعض بسرعة كبيرة وتودو كان متفاجئ ومعجب بسرعة يوجي لحد ما يوجي جمع الطاقة الملعونة ونزل ضرب تودو بالقبضة المتبينة فتودو قاموا وقال له على فكرة ضربتك اللي انت بتجمع فيها الطاقة الملعونة ببطء دي هتضر فيوجي استغرب ان تودو شخصيته تحولت وهجم تاني وضربه ووقعه وكان هيدربه بالقبضة المتبينة تاني بس تودو صدها براسه وبدأ يشرح له ازاي يسرع من تجميعه للطاقة الملعونة لانه بيتأخر في تجمعها فيوجي بعد ما سمع لشرحه وقال له انا فهمت اصدق ايه شكرا لك جدا وفي نفس الوقت ده نوبرا هي وبندا كانوا واقفين قدام نشيميا ونوبرا قالت لها احنا عارفين انكوا عايزين تقتلوا يوجي انا برضو عايز اقتل ماي صاحبتك بس فاجأ وهما بيتكلموا جي ميكامارو وهاجم على بندا فبندا وقع وقام تاني وضربوا واللي بندا ما يعرفوش ان ميكامارو انسان قالي في طالب من كيوتو بيتحكم فيه والطالب ده اسمه كوكتشي موتا وبيتحكم في ميكامارو عن بعد وحول ايد ميكامارو بعد كده لسلاح وهاجم على بندا وبعد ما بندا قام ميكامارو وهاجم عليه ثاني بتقنية اسمها المدفع الفائف فبندا صد بتتقل ملعونة وجيري وقعد يضرب في ميكامارو وهو بيدربه ورجع للماضي وقعد يفتكر ان هو دم يا ملعونة يا جمساميتشي هو اللي رباه ويف بنده بعد كده وقال لي موتا انا عارف انك انسان وبتتحكم في ميكامارو بتقطك الملعونة واكيد انت قريب من هنا عشان تقدر تتحكم فيه فموتا قال له صح انا انسان بس مريض جسمي غير صالح ما بقدرش استخدم غير الطاقة الملعونة بس نفسي استبدل جسمي ده بجسد عادي عشان اقدر عايش وموتا خرج طاقة ملعونة كبيرة من ميكامارو وخلا يضربها بمدفع على بنده فبنده اتصاب من الهجوم ده هو ام تاني وشكله ويتحول لشكل غوريلا وهجم على ميكامارو وضربه والف دماغه واي دمية ملعونة بيبقى عندها نواة واحدة بتمثل قلبها بس انا بقى عندي ثلاث نواة نواة بنده العادي المتوازنة ونواة اخويا الكبير غوريلا ودي بتحول لها في المعارك الحسمة والنواة الثالثة نواة اخت الكبيرة ودي ميكامارو هجم عليها ونواة في جنب نبرا وهجومه الاخير ده ضر نواة بنده المتوازنة فما بقاش عندي دلوقتي غير نواة غوريلا وهجم بنده بعد كده وصحق دراع ميكامارو اليمين وبدأوا اللي اتنين يهجموا على بعض هجمات كتير لحد ما موتى شاف مكان نواة غوريلا فخلى ميكامارو يهجم عليها فبنده ميسكو وقال له انا زيفت مكان النواة عشان تهجم عليها وضرب ميكامارو ووقعه وقال لموتى انا حاسس بيك وممكن اساعدك لما تكرر تخرج من عزلتك وتخليني اشوفك وفي نفس الوقت ده ماكي دخلت في قتال مع مياوة وماكي كانت هي المسيطرة وكانت بتضرب مياوة فمياوة قالت ماي الغبية قالت لان ماكي ضعيفة ازاي ماكي دي مستعمل الجوجيتسو من الدرجة الرابعة بس ومياوة عملت مجالها البسيط وقالت المجال ده بيمكني اني اصيب خصمي بسيفي طالما كان على بعد اثنين متر فيما اقل بس ماكي كسرت سلاحها وحدفته عليها وكان فيه سلاح خافي تاني وراح اتهجمت واخدت منها سيفها وفي نفس الوقت ده بانده اضع على لعنة في الغابة واللعنة اتكلها تمائم في قضة المعلمين لما مدرسة توكيو بتقتل لعنة التميمة بتاعتها بتتحرق باللون الاحمر ولما كيوتو بتقتل التميمة بتتحرق بالازرق ونوبرا في الوقت ده كانت لسه عند نشيميا ونشيميا كانت بتطير بمكنساتها وفاجأة جابت مكنساتها من ورا نوبرا وضربتها فنوبرا استخدمت طاقتها الملعونة وهجمت ونشيميا قالت انا عايز اهجم عليها بس خايفة من اينو ماكي لانه بيستخدم الكلام الملعون ولازم احصنه داني بالطاقة الملعونة ونشيميا قالت لنوبرا انت بتكرهي ماي ليه دي من عائلة زينن اللي هي من اكبر ثلاث عائلات مستعملين جوجيتسو ماي عانت كتير في حياتها فنوبرا قالت لها انا بحب ماكي اختها لانها عانت اكتر منها وعائلتها عائلة زينن واقفة في طريق ترقيتها لانها هربت منهم واستخدمت نوبرا بعد كده تقنية دمية القاش وبدأت تلاحق نشيميا ونطت على مصمار واخدت جوزة من مكنسة نشيميا وحطتها في دمية القاش وضربتها فنشيميا ما بقتش قادرة تتحكم في مكنساتها ووقعت ونوبرا خرجت مطرقة وقعدت تضرب فيها بس ماي من بعيد اصابت نوبرا برصاصة مططية من مسدسها وماكي جات لماي وماي بدأت تلاحيها بطلقات من مسدسها فماكي جريت وجت من تحتها ووقعتها بالسف بتاع مياوة وماي قالت في دماغها انا بكره ماكي لانها بالرغم انها ما بتستخدمش الطاقة الملعونة بتمتلك قدرة جسدية وموهبة مش عندي وبعد ما ماي ضربت ست طلقات ماكي ظهرت وقالت كده طلقاتها خلصت بس ماي بتاقتها الملعونة عملت انشاء للرصاصة جديدة وضربتها على ماكي وقالت انا كده انتصرت فماكي مسكت الرصاصة ورميتها وماي حاولت تهجم عليها بس ما عرفتش ووقعت وفتكرت لما كانت هي وماكي صغيرين وكانوا عايشين مع بعض في بيت عشيرة زنن وقالت لها انت سيبت العشيرة ليه انا ما كنتش عايزة بقى مستعمل الجوجيتسو بس لما انت قررت تسيب العشيرة اضطريت اني اتضرب عشان ابقى زيك ليه ما عاديش معايا زي ما كنت قاعدة معايا زمان انا بكرهك وبعد اللي حصل ده معي ونبرا تم يقصقهم من المعركة وفي نفس الوقت ده ميجومي كان داخل في قتال مع نوريتوشي وكان بيجري من اسهم نوريتوشي بيحدفها عليه بالطاقة الملعونة واستدعى الشيكي جامي عشان يوقفها ولقى الاسهم عليها دم فقال نوريتوشي ده بيتلعب بالدم عشان ينفذ هجماته ونوريتوشي قال الميجومي ده بيستخدم تقنية الظلال العشرة اللي بيقدر بيها يستدعي عشرة من الشيكي جامي التقنية دي بتاعة عشيرة زنن بس ولا ماي ولا ماكي بيقدروا يستخدموها وضرب نوريتوشي سهم في السقف ورح بسرعة ضرب ميجومي وفتح اينو وكان سريع واختفى وظهر وضرب ميجومي تاني وينو ماكي في الوقت ده كلم مياوة وخليها اتنام بكلامه الملعون فجيكو جانجي وهو بيتفرج قال انا ونوريتوشي طلقين لعنة من الدرجة الاولى في المعركة ومدربينها على ريح الدم معينة ونوريتوشي حط الدم ده على يو جي عشان اللعنة تقتله بس اللعنة اللي جاكو جانجي بيتكلم عنها دي انو ماكي شافها ميتة وجي من وراها هنمي اللعنة الخاصة اللي مع ماهيتو وماهيتو كان جيهجم على المدرسة عشان ياخد منها صوابع سكونة وكان لسه ميجومي ونوريتوشي بيهجموا على بعض ونوريتوشي قال له انا من عشرة كامو عشرة زيزين من الثلاث عشار الرئيسية لمستعملين الجوجيتسو وهكون وريث لعشرتي عشان كده عايز اقتل ايتادو ريوجي فميجومي هجم عليه بضفضة وبتقتل الملعونة خرج فيل وخلي يضرب نوريتوشي بالمية ووقعه واستدع طائر وخلي كهربه بس نوريتوشي مسك الطائر بالدم وفاجأ له وانو ماكي بيجري من هنمي وقال لهم اجروا بسرعة فجريو وهنمي كان بيلحقهم بجزوع شجر فخرج جيكو جانجي وجوجي وقتاهمي يشوفوا في ايه وجيموا استعمل جوجيتسو مع ماهيتو اسمه جوزو كوميا وعمل حاجز على المدرسة عشان يحجز جوجو والحاجز كان بيحجز جوجو بس وقتاهمي وجيكو جانجي عدوا منه ووقفوا قدام كوميا وميجومي ونوريتوشي وينو ماكي وقفوا قدام هنمي فهنمي هجم عليهم فاينو ماكي يستخدم كلامه الملعون وقال له ما تتحركش ونوريتوشي تلعب بالدم وهجم وميجومي جيب سيف وهجم هو كمان بس ما اثروش في هنمي وهنمي يكلمهم كلام غريب ما كانوش فاهمين وقال لهم موتوا عشان نصلح الكون الحياة مع البشر بقت صعبة وقعد هنمي يلحق تلاتة وينو ماكي كل شوية كان بيوقفوا بالكلام الملعون ونوريتوشي كان بيدربوا بالدم الحد ماينو ماكي حنجرتوا اتصحقت من الكلام الملعون وهنمي راح ضرب نوريتوشي ووقعوا فاينو ماكي راح قال اخر جملة ملعونة وبعد هنمي ووقع بعدها وجات ماكي تقاتل مع ميجومي وميجومي خرج لها سلاح ملعون من الدرجة الخاصة عشان تقاتل بيه وهجموا هما الاتنين على هنمي وهنمي بيعد فميجومي استدعى الشيكيجامي وخلى يهجم وكان بيبدل الاسلحة مع ماكي وبيحاولوا يضربوا هنمي بس هنمي حط في ميجومي برعم وقال له لو استخدمت تقنياتك البرعم ده هيفضل يكبر في جسدك لحد ما تموت وهنمي يمسك ماكي بعد كده وفاجأ جي يوجي وتودو وحرروا ماكي ونشمياجات خدت نوريتوشي وينو ماكي ومسيتو بنده جيخد ميجومي وماكي وتودو وقفوا قال لي يوجي انا مش هساعدك في قتال اللعنة دي غير لما تخرج وامض اسوي فيوجي افتكر ماهته وغضب ورح بسرعة ضرب هنمي فهنمي هاجم عليه فتودو جاب يوجي وضربه وقال له ما تغضبش عشان ما يبقاش عندك افكار شاردة تبوص قتاله ورجع يوجي لقتله مع هنمي وتودو الف دماغه الواميد الاسود ده تشوه في الفضاء بيحصل نتيجة تصارع اتقل ملعونة وضربته بتعادل اتنين ونص من الضربة العادية وفعلا يوجي يدر يضرب هنمي بالواميد الاسود وكانت اول ضربة تأثر في هنمي وتودو جي ويف مع يوجي فهنمي قال على لبسه وهاجم بجدية بجزوع شجر كبيرة ويوجي وتودو جريوا عليها عشان يضربوه بس هنمي اخفى الجزوع ووقعهم وكان هيهجم عليهم فدفعوا بعضه وتفادوا الهجوم وهنمي انزلهم فبدوا يهجموا عليه تاني وتودو قال انا هستخدم تقنيتي اللي اسمها بوجي ووجي وجري بس هنمي مسكوا ورجعوا على اشواك حشبية فتودو استخدم تقنيته واللي بتخليه يبد المكانه مع اي حد وبد المكانه مع هنمي وتصاب هنمي وشفى نفسه وامتاني فتودو جري هو يوجي وقال لي يوجي انا لما بسقف ببد المكاني وهاجموا وعد تودو يسقف ويبد المكانه مع يوجي ويدربو هنمي وبعد ضربات كتير يوجي افتكر كلام نانمي لما قال ان صعب جدا استعمال الواميد الاسود اكتر من مرة في اليوم وان نانمي في يوم واحد قدر يستخدم الواميد الاسود اربع مرات بس ده كان بالحظ وكان رقمه القياسي وما اعملوش تاني ويوجي ضرب هنمي بالواميد الاسود 3 ضربات متتالية وتودو ما كانش مسد وسقف عشان يخضع هنمي انهم هيبدلوا اماكنهم بس ما بدلوش ويوجي ضربوا بالواميد الاسود الضربة الرابعة المتتالية وبقى عامل 5 ضربات من الواميد الاسود في يوم وتخطى رقم نانمي وهنمي يتصاب اصابات كبيرة بس بدأ يتعود على تقنية تودو واستمر القتال وهنمي عمل شجرة وخرج منها براعم عليهم فتودو بعد يوجي وفكر وعرف ان البراعم بتكوى باستخدام الطاقة الملعونة فاقتل طاقة الملعونة وبعض البراعم وضرب هنمي وافتكر ان ميجومي كان ايله قبل ما يمشي على مكان سلاح ماكي اللي كانت بتقتل به هنمي تبدل مكان يوجي مع السلاح واخد السلاح وضرب هنمي بيه بس برضو هنمي موقع شو لمس الارض بعد كده وقال لتودو انا باخد طاقة النباتات وبحولها لطاقة ملعونة وبودي الطاقة كلها للزهرة دي اللي على كدفي وخرج هنمي طاقة كبيرة من الزهرة بس في الوقت ده الحاجز اتزال وكوميا كان بيقتل جيكو جانجي وجيكو جانجي كان ماسي الجتار وبيحول نغماته لطاقة ملعونة وبيهجم بيها لحد ما جي جوجو وقطع ايدين ورجلين كوميا فهنمي خاف من جوجو وكان عايز ينسحب بس جوجو استخدم تقنية وضربها على هنمي ويوجي ما كانش عارف هنمي مات ولا لا وهنمي ما كانش مات وكان مصاب اصابات كبيرة وراح عند ماهيته وماهيته قال له انا سرقت الادوات الملعونة اللي كنا جايين نسرقها من مدرسة توكيو وفيهم ست صوابع لسكونة انا كنت حاطت ختمة على سبع سكونة اللي مدرسة توكيو خدته من بيت يوشنو وقدرت اعرف مكان الغرف السرية بواسطة الصبع ده لازم نرجع دلوقتي وفعلا ماشي وعد المعلمين مع بعض بعد كده ويجيتشي قال لهم احنا استجوبنا كوميا وقلنا انه هجم على المدرسة بالاتفاق مع واحد مايعرفش اسمه بس شكله طفله وشعره ابيض وقصير ويجيتشي يكمل وقال المدرسة هنا عليها حاجز اخفاء للغرف السرية عاملوا مستعمل جوجيتسو خالد اسمه تينجين ازاي اللي عنها تقدروا يتخطوا الحاجز ده ويسرقوا الادوات الملعونة اللي جوه الغرف السرية فجوجو قال حاجز تينجين ما بيتصداش للنباتات وهنا ميدا لعنة اه بس روحوا اقرب لروح نباتية طبيعية عشان كده قدروا يتخطوا الحاجز وجوجو راح للطلاب كلهم بعد كده وسألهم عايزين يكملوا مسابقة فعالية التبادل ولا لا فقالوا له انهم عايزين يكملوا واليوم التاني كان عبارة عن مسابقة في لعبة البس بول بين المدرستين وكسبت مدرسة توكيو واثنين صفر وخلصت الفعالية وبعد كام يوم فيه اربع اشخاص تقتلوا من لعنة ويوجي واصحابه راحوا يحققوا وكان معهم مساعدة اسمها نيتا وقالت لهم الشيء المشترك بين اللي ماتوا انهم ماتوا على ابواب بيوتهم وكانوا بيشتكوا قبل ما يموتوا ان نظام الاغلاق الالي بتاع ابواب بيوتهم بايز وكمان الاربع اللي ماتوا كانوا في نفس المدرسة الاعدادية مع بعض فيوجي واصحابه راحوا المدرسة الاعدادية دي وبالصدفة طلعت هي نفس المدرسة اللي ميجومي كان فيها في الاعدادية وعرفوا من واحد شغال هناك اسمه تأكيدة ان الاربع اللي ماتوا مرة وهم في الاعدادية هربوا من المدرسة وراحوا عند جسر ملعون اسمه جسر ياسوهاتشي واغم عليهم وفاقوا مش فاكرين اي حاجة فميجومي قال بما ان الجسر ده ملعون اعتقد ان اللي بيروح عند الجسر ده بيتلعن واللعنة بتقتله وميجومي خد صحابه عشان يروحوا عند الجسر ده وقبل ما يمشوا تأكيدة سأله هي تسوميكي عاملة ايه فنبرة قالت لميجومي مين تسوميكي دي فعل لها دي اختي الكبيرة ومشي وراحوا بعد كده عند الجسر وبصوا علي من فوق وملقوش اي اثر لاي لعنات فمشي ومن عنده بس وهم وقفين جت لميجومي واحدة تعرفوا اسمها فوجينوما وقالت له انا وانا صغيرة رحت عند الجسر ودلوقتي باب المتجر بتاعنا بايز وما بيقفلش انا خايفة جدا وفي حاجة كمان انا ما كنتش لوحدي اتسوميكي كانت معايا فميجومي تخضوا وقال اتسوميكي ملعونة بقالها فترة انا لازم اقضي على اللعنة اللي عند الجسر قبل ما تقتل اتسوميكي وفي نفس الوقت ده ماهيتو كان معايا الادوات الملعونة اللي سرقها من المدرسة واكل واحدة منهم لبشري وحولوا للعنة بشرية وقال له مهمتك انت وباقي اللعنات انك تجيبولي بقيت صابع سكونة وبالليل راح ميجومي عند الجسر تاني واني تكلمت وقالت له جربوا تدوروا على اللعنة تحت الجسر مش فوقه لاننا دورنا فوقه قبل كده وفعلا نزلوا من تحت وظهرت لهم لعنة وجات كمان اللعنة البشرية اللي كانت لسه مع ماهيتو ويوجي بدأ يقتل اللعنة البشرية ونوبرا وميجومي له لعنات كتير بتظهر وكانوا بيتلوها بسهولة بس ما كانوش عارفين الجسد الاصلي اللي بيظهر اللعنات دي فين لحد ما فاجأة نوبرا اتسحبت واللعنة اللي بتقتل يوجي قالت ده اخويا اللي سحبها ورحت ورا نوبرا فيوجي راح وراهم ونوبرا عرفت ان اللي سحبها لعنة واسمه إيسو وإيسو قال لها احنا مبعوتين هنا لان مهمتنا اننا نجمع صوابع سكونة وميجومي كان جوا الحاجز وقضى على اللعنات كلها وقال هو زي الحاجز مختفاش بعد ما قضيت على اللعنات لحد ما ظهرت اللعنة الاصلية اللي عاملة الحاجز وكانت شبيهة للعنة اللي وجهوها قبل كده فميجومي قال اللعنة دي فيها صبع سكونة اكيد هو ده اللي جذب باقي اللعنات لهنا وبدأت اللعنة تاجم على ميجومي لحد ما وقع متعور وافتكر لما سكونة قاله انت بتضيع موهبتك فامو قال انا ادركات اللعنة من الدرجة الخاصة وعمل مجال مش مكتمل اسمه حديقة الكيميرا وقعد يضرف اللعنة واستدع الشيكي جامي وقضع على اللعنة وخد منها صبع سكونة واختفى الحاجز ويعمجه متعبان وقعد يفتكر زمان وقال في دماغه انا وتسوميكي مش اخوات احنا كنا مع بعض في المدرسة واحنا زيارين وابويا اتجوز امها وبعد فترة ابويا وامها هربوا وعشنا انا وتسوميكي مع بعض لحد ما قابلت جوجو وقال لي ان ابويا كان من عيلة زنن بس هرب منهم وكان مستخدمني كورقة ربحة عشان يبعني لعيلة زنن في اي وقت بس جوجو قرر انه يدخلني مدرسة الجوجيتسو عشان ياخد دعم مدلية ولي من رؤساء الجوجيتسو وكبرت مع تسوميكي لحد ما تلعنت ومش عارف بعد ما اعتلت اللعنة اللي هنا دي تسوميكي بقت كويسة ولا لسه ملعونة ونوبرا في الوقت ده كانت لسه وقفة قدام يسو وجي يوجي وكان معايا اخو يسو الصغير اللي اسمه كيتشيزو وبدأ يسو وكيتشيزو يلح ونوبرا ويوجي بالدم لحد ما يدروا انهم يصيبوا اجزاء منهم ويسو قال لهم الدم بتاعنا ده هيرتبط بيكو لحد ما تتعفنوا وتموتوا فنوبرا استخدمت تقنية دمية القش وقالت بما ان دمهم مختلط بينا يبقانا كده معايا جزء منهم وضربت نفسها في المناطق اللي كان عليها الدم بتاعهم وبدأت تصيبهم ويوجي لانه جوا سكونة ما كانش بيتأثر باي نوع من انواع السموم وغيري وعد يضرب كيتشيزو وبعد كده راح لإسو وقطع له دراعه بالواميد الاسود ونوبرا قطت على كيتشيزو بس إسو لعربية معدية فهيرت فيها وعد يفتكر ان هو وكيتشيزو عندهم اخه اكبر منهم واسمه تشوسو وتشوسو كان قيل لهم انهم يخلوا بالهم من بعض فيسو وكان حزين انه هيرجع لتشوسو من غير اخوهم الصغير بس فجأة لها يوجي جاي وراءه ونوبرا استخدمتها على دراعه اللي تقطع تقنية دمية القش وقصبته ويعمل العربية فييوجي ضربه وقضع عليه وتشوسو هو قاعد مع ماهيته وجيته جاله خبر ان اخوته تاتلوا فالداي ورجع يوجي هو ونوبرا بعد كده عند ميجومي وفجأة سكونة فتح بقه وكل الصباع اللي مع ميجومي وتاني يوم رجع الطلاب للمدرسة تاني ونزلوا مع بعض يشتروا حاجات وجوج وكلم ميجومي وقال له تعالوا بسرعة عشان عايزكوا في مهمة سرية هو بكده يبقى خلص الموسم الاول من انيمي جوجيتسو كايسين انيمي جوجيتسو كايسين الموسم الاول انتاج سنة 2020 والانيمي ترتيبه الثمنتاشر في قيمة افضل 250 انيمي في التاريخ ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة